مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة وأبدأوها بالعنون من المواقع المحلية بعد الترحيب بهم وتصويرهم ميليشيا الحثي تعتقل 300 مواطن هربوا من عدم بعد وصولها بأيام مجهولون ينهبون مولدات قلعة صيرة التاريخية ومن أخبارنا المنوعة نواب في كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم احتجاجا على تصرفات ابنة وزيرة العدل أهلا بكم قبل أسابيع أقدمت ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي على طرد العشرات من أبناء المحافظات الشمالية من عدن وحين وصلوا إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحثي استقبلتهم الميليشيا وصفحهم المقاتلون وتم تصوير ذلك ولكن ووفقا لمركز حقوقي فما حدث بعد التصوير كان أمرا مختلفا حيث عنون موقع الصحوانت ميليشيا الحثي تختطف أكثر من 300 مدني فر من بطش ميليشيات الانتقالي وقال المرصد الأرمتوسطي لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق بالغ تقارير تفيد بتوقيف عشرات المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قصرا على يد الحثيين في انتهاكات تضاف إلى سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليان وذكر المرصد ومقره في جينيف في بيان إن معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحثي التشير المعلومات التي جمعت أن عدد المعتقلين خلال الشهر الحالي وصل إلى 300 مختطف نقل معظمهم إلى سجون في دمار وتعز وفق معلومات وثقتها أو وثقها المرصد الأرم المتوسطي نزح نحو 3163 شخصا من عدن إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وقال المرصد الأرم المتوسطي نعمليات التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع ودمار أصبحت تجري على الهوية ويتم الإفراج بدفع مالية أو بدفع فدية مالية تقام القلاع لحماية المدن وحراستها من الغزاء لكن الأمر مختلف تماما في أشهر قلعة بمدينة عدن حيث أصبحت القلعة نفسها بحاجة لمن يحميها من اللصوص وعنوان موقع عدن الغد مجهولون يسرقون قلعة صيرة بعدن وقال الموقع مجهولون أقدموا على سرقة قلعة صيرة في واقعات نادرة لم تحدث منذ سنوات وبحسب مدير مركز تراث عدن وديع أمان فإن تجهيزات القلعة الكهربائية تعرضت للنهب بشكل كامل بعد أن كان أحد المتطوعين قد تكفل بتوفير أجهيزة الإضاءة للقلعة المسألة في جنوب اليمن أبعد من انقلاب ثاني على هادي تحت هذا العنوان كتب محمد العلاء مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا برهنت الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن أنه إذا كان الانفصال قضية سياسية قادرة على تعبئة وتجهيش المشاعر في الجنوب فالوحدة بالمقابل لم تصبح قضية ميتة كما كان يتصور البعض ولا فاقدة كليا لهذه المقدرة على التعبئة الشعبية شمالا وجنوبا ومثلما يعود شعار الانفصال بالربح السياسي والمعنوي على مستخدمه في جنوب اليمن فالوحدة لا تزال شعارا عريقا ينطوي على قوة شحن سياسية وأخلاقية مجربة تاريخيا وأربحه المعنوية لا يستهن بها وأكثر ما يساعد على تفسير التغير في المزاج الشعبي من قضية الوحدة كامن في نوع الممارسات التي اشتهرت عن الانتقالي الجنوبي في عدن ضد اليمنيين من أصول شمالية وربما نال المواطنون من تعز القريبة من عدن بالذات أعظم الضرر إذن ليس كل ما يتصاعد هذه الأيام ضد الامارات والانتقالي الجنوبي مصدره حزب الإصلاح حصريا كما تفضل أن تقول رواية الانتقالي الجنوبي وأناشطه أبوظبي أما إذا كانت الحرب على الإرهاب أو الحرب على الإخوان إدعاءا كافيا لإضفاء الشرعية على الكيانات والمنظمات المسلحة مهما كانت أهدافها السياسية وخطابها وأساليبها فالحوثي حائز بالطبع على كل شروط الشرعية التي منحتها الإمارات للانتقالي الجنوبي الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي كلاهما انقلب على هذه وكلهما ضد الإخوان وكلهما يسوق نفسه للخارج وخصوصا للولايات المتحدة الأمريكية على أنه شريك موثوق في مكافحة الإرهاب وكلهما انفصاليان من حيث الخطاب والمشروع السياسي وإن اختلفت الوسائل والتكتيكات المتبعة حملت اللجنة الاقتصادية اليمنية ميليشيا الحوثي مسئولية أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها مناطق سيطرتها وعنوان موقع ماري بيبريس اللجنة الاقتصادية تكشف سبب أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه الموقع إن توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج عن إجبار ميليشيا الحوثي لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين وأشرت إلى أن جزءا من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير وأوضحت اللجنة أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية مؤكدة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار فإنها تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات للتخفيف من معاناة المواطنين الأمم المتحدة والمناخ والاحتباس الإيراني تحت هذا العنوان كتب غسان شرب المقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط الآن تبدو الصورة مختلفة ففي نظر كثيرين باتت إيران متهمة بمحاولة تحويل إمدادات الطاقة رهينة لا تشترط للإفراج عنها تسليم العالم بحقوقها بل ممارساتها والاختراقات التي حققتها في الشرق الأوسط في السنوات الماضية سيجد العالم صعوبة لتصديق كلام روحاني عن مشروعات الاستقرار في المنطقة والتفاهم بين أبنائها الأمر نفسه بالنسبة إلى حديثه عن أن الوجود العسكرية في المنطقة هو أساس البلأ وواضح للقاصي والداني أن إيران التي تطالب القوات الأجنبية بالابتعاد عن المنطقة توفر بسلوكها كامل التبريرات لوجود هذه القوات بل لمضاعفتها الغريب أن إيران التي تندد بوجود القوات الأجنبية لا تسعى إلى طمأنة دول المنطقة بل إلى إقلاقها فبعد حفنة أيام من العدوان على منشأة النفط نقلت وكالة الصحافة الفرنسية كلاما شديد الوضوح لإمام مدينة مشهد آيات الله أحمد علم الهدى قال إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية الحجد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان والمتمردون الحوثيون في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا هذه كلها إيران وكان يمكن إدراج هذا الكلام في باب المبالغات الخطابية الحماسية لو لا مطابقته مع تصريحات متكررة لجنرالات الحرس الثوري عن أربع بلدان باتتتدور في الفلك الإيراني واضح أن النظام الإيراني يسعى إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة وتغيير التوازنة في الإقليم وداخل الدول أحياناً ويسعى إلى تكريس لغة في التخاطب تناقض تماماً وتنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة إصرار النظام الإيراني على النفخ في جمر الثورة ورفض التحول إلى دولة حول سياسة تصدير الثورة إلى مفاعل يرسل بعاثات زعزعة الاستقرار في أكثر من اتجاه بحثات تؤدي إلى تصدع الدول مضلاً عن اختلاق الخرائط بالصواريخ والطائرات المسيرة والميليشيات من الصحافة البريطانية نطالع من صحيفة سنداي تايمز تقرير بعنوان رعب في السعودية بعدما رفض النمر الأمريكي أن يزأر وتقول الكاتبة التي تقيم في الإمارات أنه ليلاً تشعو دبيب الأضواء وبريق الثروة ولكن على بعد نحو ثبانين ميلاً بحرياً تقع إيران التي تلقي الولايات المتحدة باللوم عليها في هجوم على منشأتي نفط سعوديتين وتقول الكاتبة في تقرير ترجمته البي بي سي إن الهجوم أثار موجة من الضعر في دول الخليج ولكن الولايات المتحدة حليفهم الوثيق الذي يعتمدون عليه للدفاع عن أنفسهم أغمطت عينيها يضيف التقرير الإمارات التي تعاونت مع السعودية في تحالفها في اليمن بقيت صامتة في العلن على الأقل حيال الهجوم على المنشأتين السعوديتين وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن الإمارات تنأى بنفسها عن تصديل إيران بدون دعم دولي حيث تعلم أنه في حال إطلاق صواريخ إيرانية صوب دبي فإن تبعات ذلك على السياحة والأعمال ستكون كارثية للمرة الأولى منذ عقود تشعر السعودية بالضعف ولم ينجح تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حول خطط الولايات المتحدة لإرسال قوات دفاعية للسعودية والإمارات في تهدئة المخاوف السعودية وتضيف الكاتبة إنه منذ ثلاثينيات القرن العشرين حين وقعت أمريكا أولى اتفاق نفطي لها مع عبد العزيز السعود أصبحت الولايات المتحدة ضامنا لأمن المنطقة بالنيابة عن الدول الثرية بالنفط وضامنا لاستقرار أسواق النفط وما زلنا بين الصحافة البريطانية حيث نطالع من صحيفة القرنية مقالا لنسرين مالك بعنوان السعودية لن تحارب ولكنها قد تستأجر حلفاء وتقول الكاتبة إنه توجد مزحة متداولة في الشرق الأوسط مفادها أن السعودية ستقاتل حتى آخر باكستاني وتشير المزحة إلى الدعم الدائم من جانب باكستان للسعودية في مشاريعها العسكرية وتضيف إلى أنه يمكن أن تمتد المزحة لتشمل أيضا السودان الذي يشارك بقوات برية في المساعي العسكرية السعودية وتقول الكاتبة إن السعودية معتادة على شراء العمالة التي تعدها دون قيمة مواطنيها وتمد تلك السياسة في التعامل إلى جيشها وأشرت إلى أنه توجد دائما دول أفقر مستعدة لإرسال أبنائها ليكونوا وقودا للمدافع بالسعر المناسب وتقول الكاتبة إن الحرب العسكرية على اليمن يشار إليها باسم التحارف العربي وهو تعبير مهذب لمقاتلين بزعامة السعودية تضم من بينهم حلفاء السعودية الخليجيين مصر والأردن والمغرب إضافة إلى مقاتلين أطفال من السودان الذين تتلقى أسرهم تعوضات مجزية حال مقتلها وتقول الكاتبة إنه من المحير في ضوء الهجمات على منشآت النفطية في السعودية الأسبوع الماضي أن توجد تكخونات عما إذا كانت سعودية وإيران ستخوضان حربا وتضيف أن السعودية لا تخوض حربا بل تستأجر أطرافا تحارب بالوكالة وتعتمد على تصديق الولايات المتحدة لاستمرار كذبة أن المملكة تحفظ السلام في المنطقة وأن أي تهديد لأمنها قد يهز استقرار المنطقة تدريس الحرب على الإرهاب دروس للسياسة المعاصرة تحت هذا العنوان كتب أنتوني ديمانجيو مقاله الذي ترجمته وأعادت نشره صحيفة الغد كان عموري 21 عاما وقت هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر ولم أكن أدرك بشكل كامل تلك الهوة الحاضرة في أذهان الجمهور حول الحرب على الإرهاب أعلن الرئيس بوش بعد الحادي عشر من أيلول سبتمبر أن الأمريكيين ومواطني العالم إما معنا أو ضدنا في حرب بلا نهاية في الأفق والتي وعد الرئيس بأنها لن تنتهي حتى يتم القضاء على الإرهاب أو إزالته عن وجه الكرة الأرضية وبتلك البيئة شعر الأمريكيون بأنهم تحت الضغط والترهيب بطريقة دفعتهم إلى حجب آرائهم المعارضة خوفا من أن ينصفوا بأنهم غير وطنيين أو غير أمريكيين أو متعاطفون مع الإرهابيين تجنب شباب الأمريكيون الآن التعامل مع ذلك التلقين الذي ابتلي به الخطاب السياسي الأمريكي في بداية الحرب على الإرهاب وقد اشترى الأمريكيون بالتأكيد كتبا عن الشرق الأوسط والإسلام بأعداد متزايدة بعد 11 من أيلول سبتمبر ولكن لا يمكنني أن أتذكر شخصا واحدا تحدثت إليه خلال سنوات دراسة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة والذي كلف نفسه حقا عن أقراءة مقابلة مع أسامة بلادن ولو أنهم فعلوا ذلك لكانوا قد اكتشفوا أن أيديولوجيته وأيديولوجية رفاقه على الرغم من تعصوبها وتطرفها كانت مدفوعة أيضا بمظالم ومواطن شكوى جسيمة ضد الولايات المتحدة والتي تتقاسمها أغلبيات في البلدان الإسلامية وتشمل هذه المظالم الغضب من دعم الولايات المتحدة العسكري لإسرائيل واحتلالها غير القانوني لفلسطين والشعور بمرارة وجود قواعد عسكرية أمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط أصبح معظم الأمريكيين ينظرون إلى حرب العراق على أنها غير أخلاقية ويعيدون النظر في الأكاذيب التي تم إطلاقها لتبرير الحرب فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وروابطه الوهمية بإرهاب تنظيم القاعدة أما في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية المترجمة لصالح قناة بلقيس نطالع من صحيفة ليوفاكارو عنوانها البارز إيران تؤكد أن وجود قوات أجنبية في الخليج يزيد من إنعدام الأمن وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات للقوات الأمريكية في المنطقة إن وجود قوات أجنبية في الخليج يزيد من إنعدام الأمن وأعلن روحاني متحدثا في بداية عرض عسكري في طهران أن إيران ستقدم في الأيام المقبلة للأمم المتحدة خطة تعاون لضمان أمن الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وبين الدول المطلة عليها وحذر الرئيس الإيراني متوجها إلى أولئك الذين يريدون تحمل إيران مسؤولية مشاكل المنطقة وقال روحاني وجودكم قد جلب دائما المعاناة والمشاكل المنطقة بقدر بعدكم عن منطقتنا بقدر ما ستكون أكثر أمانا وأضاف من وجهة نظرنا يأتي أمن الخليج العربي من الداخل أمن الخليج العربي ينمو من الداخل وأمن مضيق هرمز ينمو من الداخل حلقة ثمانية من أعضاء البرلمان كوريا الجنوبية رؤوسهم للإحتجاج على وزير العادل الجديد ولكن لا يعد ذلك الأمر الوحيد المثير للإهتمام حيث سبب غضب العديدين هناك لا يقل أهمية فماذا فعل الوزير الجديد مخيبا أمال الشباب؟ وفقا لموقع الديدباليو كوريا الجنوبية برلمانيون يحتجون بطريقة غريبة ضد وزير العدل حيث انضم نائب رئيس برلمان كوريا الجنوبية لعدد متزايد من السياسيين الذين حلقوا رؤوسهم احتجاجا على تعيين وزير العدل الجديد الذي يجرى التحقيق معه بتهمة أن ابنته تلقت معاملة تفضيلية من جامعاتها ولم ينفي الوزير حصول ابنته على امتيازات أكاديمية وعبر عن خالص اعتذاره للشباب لخيبة الأمل التي سببها لهم وأثناء جلوسه أمام بوابة القصر الرئاسي برأسه الحليق بعدما انضم لعدد من أعضاء البرلمان الذين سبقوا بحلاقة رؤوسهم دعا نائب رئيس البرلمان لي جو يونغ وزير العدل الجديد إلى الاستقالة وتحدث للصحفيين قائلا أصبح من الواضح أن الوزير لا يمكن أن يصبح قائد الإصلاح ويعود الجدل المثار حاليا في كوريا الجنوبية إلى أنباء حول تلقي ابنة الوزير الجديد منحا دراسية وامتيازات أكاديمية أخرى لا تعكس أداءها الأكاديمي وهو ما يعتبر قضية حساسة هناك للتنافس الشديد بين الشباب في المدرس والجامعات ما يواجهونه من صعوبات متزايدة في الحصول على وظائف في سوق العمل الذي يعاني من الركود والتمييز والمحابة لصالح النخبة كانت مدينة حسناكيف التركية وجهة دائما للسياح من كل أنحاء العالم الآن تكافح هذه المدينة من أجل البقاء بعد اختفاء العديد من معالمها السياحية وبدلا من الحافظات التي كانت تقل السياح من كل أنحاء العالم في الماضي تزدحم شوارع المدينة بسيارات البناء لأنه في غضون بضعة أشهر فقط ستغرق المدينة كاملة بين المياه بحيرة اصطناعية بسبب بناء سد أليسو لتوليد الكهرباء على نهر دجلة وقد نشرت صحيفة الجارديان عدد من صور المدينة قبل أن تغرق قريبا نشاهدها في جولتنا التالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهذا النص لنهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء